مساء الخير واهلا بكم حلقة جديدة من بوكس تو بوكس اوعى تنسى ان الاقل البطل بطل الدوري بطل كل حاجة السندي خسر الاقل من شوية من بيرامدز 3-0 والحقيقة شفت كمية من الانبساط من الجماهير المنافسة كبيرة جدا 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 ومش مندهش لقده الاقل عامل كل حاجة السندي انا حتى مش حندهش لو ليد جمهور الرجاء مرسوط المغريبي وجمهور الوداد وجمهور الترجة وجمهور كل اللي الاهلي حط عليهم السندي هيبوا فرحانين جدا جدا من خسارة الاهلي قدام بيرامدز طبعا الناس دي هتعمل ايه هلازم تفرح ازا كان ما كسبتش حاجة هتفرح ازاي فتفرح بخسارة للاهلي وهخسارة زي ما بيقولوا تحوش العين وتشيل العين ماتش في كل حاجة غلط على المستوى الفني انما في كل حاجة صح على مستوى المنطق لما تيجي تتكلم عن نادي الاهلي بعد موسم بدأ في اول اكتوبر السنة اللي فاتت واحنا داخلين على نهاية يوليو السنة اللي بعديها تقول طبيعي جدا الفرقة اللي لها بهذا الكم بالمباريات كل الافنتات اللي خضها النادي الاهلي كل الضغوط اللي تعرض لها لعبة الاهلي مع كل الماتشات الصعبة وكل الكقوس والدوريات والدروع اللي خدها مع كل الكلام ده منطقي وطبيعي جدا لانه انت بتتكلم على لعبة مضغوطة جدا على المستوى البدني تعبنة جدا على المستوى الزهني خلاص يا جماعة جرب كده ان انت تقعد تفكر في موضوع يوم ولا اتنين ولا تلات هتقول دي الادماجعة تفرقع مش قادر خلاص يا ركز كده في موضوع لمدة ساعة ولا ساعتين هتلاقي نفسك مش قادر يعني لعب ماتشة ترنج هتلاقي دماغك دي وقتقدي كده برضو لعبت الاهلي مضغوطين ذهنيا مضغوطين بدنيا مضغوطين فنيا مضغوطين بكل شيء ممكن وكولر مضطر انه يلعب بلعبته لانه هو معرفش يأجل ماتشة دخلية دخلية كان عايز يأجل المباراة هتتلاقي في الكاس يوم تلاتين سبعة بقى مضطر يواصل تجهيز لعبته عشان خاطر فيه بطولة بيستهدفها الناد الاهلي اللي يبطلت الكاس الكاس بتاع السنة دي عنده ماتشة دخلية يوم تلاتين سبعة دورة ستاشر اذا كسب هيبع عنده ماتش المصري يوم تلاتة تمانية وشايفين الدخلية بيصرخ لانه ما عندوش لعيبة وعايز يريح وكمان وشوفنا المصري بيصرخ وبيطلب من اتحاد الكوريه يأجل المباراة عشان مش عارف يدي راحل لعبته فما بالك لعبت الاهلي لعبت الاهلي نزلت للمباراة النهاردة على المستوى الفني اه في اخطاء بس على المستوى المنطق لازم تعذر اللعيبة دي لازم تعذر الشناوي وهو مش مركز لازم تعذر محمد عبد المنعم اللي عمل الموسم الجبار واحد من افضل سردباكات العالم هذا الموسم فبيغلط خطأ زي دا وجيب اونجو الجول في نفسه يعني الشناوي طالع على فخر لكاي له قادر ينطع الكورة طبيعة الشناوي هيخش يفرم فخر لكاي والكورة اللي تحت رجلين فخر لكاي وهيفرت جسمه ويحسس فخر لكاي ان الجندة حجمه ثلاثة سنتي لكن هو مش قادر واللعيبة مش قادرة وده طبيعه ده اللي قاله حتى مرسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد المباراة لما الراجل اتكلم وقال تصريحاته كده قال اللي انا بقوله ده قال اللعيبة مش قادرة وقال يعني هو طبيعي ببرامدز افرح لانه هم يعني عايزين يكسابه نفسهم يكسابه احتفلوا احتفال كبير جدا لكن لا خدوا مننا بطولة ولا خدوا مننا كاس ولا خدوا مننا مباراة مؤسرة ده تحصيل حاصل انما حقهم لعبه كاسبه حقهم خلهم يفرحوا بماتش تحصيل حاصل مش مشكلة ده المهم مايفرحوش بماتش مهم او مؤسر ده اللي بقوله مرسيل كولر يعني بقول لعب احسن مننا وده طبيعي جدا قال مافيش فريق في مصر او في قارة افريقيا لعب نفس عدد ماتشات النادي الاهلي خد بالك مش بس عدد وكمان ضغوط يعني برامدز لما اتضغط شوق في الكونفيدروليه ماكملش حتى خرج من فريق جنوب افريقيا اللي نزل درجة تانية في بلده مقدرش يكمل بعد دور التمانية فما بالك النادي الاهلي اللي بقولك لعب مرسيل كولر بيقولك فريقنا مش قادر لا بدنيا ولا ذهنيا رجلين اللاعبة مش هيلاهم بسبب ضغط الماتشات جسم اللاعبة بيصرخ من الاجهاد عاوزين اجازة ومحدش سائل في الجهاز الفني الغد دلوقت اللي بيطلب ان هو خلاص عايز يدي اجازات وعايز يدي حاجات مش عارف لانه عنده المباراة قلتلكم بتاعت الداخلية قال يعني مش ممكن افضل دايس على اللاعبة بتاعتي بهذا الشكل وبنتعامل لازم نتعامل مهم على انهم بني قدمين مش مكينات واللي وصلنا له ده متوقع جدا لازم الناس في اتحاد القرى في كل مكان يفهموا ان اللاعبة محتاجة اجازات وراحة واللي هتخسر على مستوى اللاعبة على المدى البعيد سواء للمنتخب او للانديات كبيرة والحقيقة قال المباراة كان التحصيل حاصل انا بجرب لعبة قدام منافس قوي بعرف مستوى اللاعبة اللي بجربها دي وده بيخلينا اعرف اقيم كل لعب موجود وقال انا مفكرتش يعني هل مستوى الشناه متأثر او اي لعب تاني يعني متأثر من عروض بتجيله من ضغوط بتجيله ومن اي حاجة الكلام ده الحقيقة كان على لسان مرسيل كولر لكن انا عندي سبب تاني مهم جدا ولازم كلنا على فكرة نبقى عاملين حسابه من وقت ما تكشف بحة وكان اسمه ايه بحة مجدي بحة ولا كان اسمه ايه رجب بحة من وقت كشف رجب بحة واللي قالي مش عارف يكسب اللي قالي خسران خمس نقط من ستة من حرس الحدود ما حصلتش من يوم ما جدا قال قالي ما اخسرشي في الدوري من السانة اللي فاتت يعني من الدوري اللي فات معرفش بالجولة 32 ولا 33 قدام طلع الجيش بينه قالي ما اخسرش لغاية النهاردة في الدوري ولا في ايه بطولة محلية يعني قاله سنة ما اخسرش ماتش في البطولات المحلية لكن خسر النهاردة من بيرامدز انا ما لازم لقى ليشوف حل بحة بحة كشف بحة كشف يا جماعة لازم لقى ليشوف حل يشوف يغيره بقى محتاجين بحة جديد يعني او بحة يغير طريقته ويغير اسلوبه بعد ما انكشف الحقيقة عايز اقول لكم حاجة انه الارقام اول هزيمة للنادي الالي في الدوري مع مارسيل كولر وده طبيعة في نهاية الدوري ضغوط ماتش احصل حاصر مالوش لازمة يعني يمكن دي الهزيمة الخامسة للالي مع مارسيل كولر اول هزيمة محلية لكن كان خسر مريال مدريد من فلمانجو في افريقيا بدوري المجموعت كان خسر من الهلال السوداني من ساندونز كمان ت cereal hzim awali في الدور المصقي وبعد 3 30 مباراة و 330 يوم و 330 يوم على مداره دول دور السنة دي اخر خسارة للهزام ا suka however توض fase 330 في المز Meng Ef reunion ودي UdipTA ole из M623 Zeitung اخر مرة الاهلي خس基本 3.2 من سموحه في الجولة الثلاثة وعشرين من الدور الممتاز الموسم برضو الماضي هي مباراة تحصل حاصل لا تأخذ اكبر من حجمها يعني على المستوى المعناوي برامة زماشي يعني فرحانين وكل حاجة لكن ده الحقيقة النادي الاهلي معذور ومعذور جدا نتيجة الموسم الصعب والمجهد والمرهق اللي تعرض ليه هذا الموسم